عادة في مجموعة أخبارنا حي أنه الرئيس إمبارح السبت فجر السبت تفقد عدد كبير من مشروعات الطرق الجديدة كان منها طريق شبرى بنها الحر محور رود الفرج منطقة بغبات طريق قهرة سكدريا الصحراوي مرورا بطريقة الضبع حي أنه التفقد ده الرئيس يعني دي صور من حملات التفقد للمشروعات الطرق بالأمس هانا جاية في إطار متابعة جهود تطوير قطاع الطرق والكباري ده يا جماعة قطاع المحوري اللي بيؤثر بشكل مباشر على مستوى حياة المواطنين لما تاخد المشوار في نص ساعة أكيد أحسن مليون مرة مما تاخده في ساعة و ساعتين لما يكون عندك طرق بتخدم على المشاريع اللي انت بتعملها ومحاولات تعمير الصحرا اللي انت شغال فيها بقالك فترة طويلة ده أكيد هيحتاج لشبكة طرق محترمة وكباري دي كلها كل المشروعات دي الهدف منها تخفيف الازدحام المروري اللي بتعاني منه شبكة الطرق خصوصا طريق شبرة بنها الجديد اللي بيصل طوله لحوالي 40 كيلو واللي المفترض انه حيساهم في تخفيف الزحام المروري على طريق الدائري بالقاهرة الكبرى وطريق شبرة بنها القديم وده يمكن بيعدى اول طريق زراعي حر في مصر بدون اي تقاطعات مرورية ده حيكون الاول ان شاء الله من نوعه الرئيس هو في الجولة الحقيقة كان يعني ابدأ اعجابه بيه الجهود اللي القائمين على تنفيذ المشروعات دي تحديدا بيشتغلوا بيها وعملينها في اطار البرنامج الزمني المحدد ما اتأخرناش في حاجة وفقا لاحدث المعايير والمواصفات العالمية وانه ضروري ان احنا نواصل العمل على تطوير شبكة الطرق لتسهيل حركة وانتقال المواطنين خلونا ناخد هاتفيا المهندس حسين صبور الخبير العقاري ورئيس جمعية رجال الاعمال المصريين السابق وهو من يطلق عليه الحقيقة لقب شيخ العقاريين مهندس صباح الخير يا فندم اهلا بحضرتك صباح الخير يا فندم الناس كتيرة بتتساءلوا حضرتك اكيد بتسمع السؤال ده طول الوقت عن مدى جدوى واهمية هذه الطرق الناس تقولك طب انا ممكن اعمل مشروعات واعمل استثمار وضخ اكتر في الريل ستيت والعقارات لكن مش محتاجة اصرف كل الفلوس دي على الطرق والكباري وشبكة الطرق الجديدة دي هل في ربط حقيقي يا فندم تنموي ما بين الاتنين دول؟ الطرق هي الشرعيين يعني الجسم ما فيه الشرعيين كفاية يبقى الجسم دائما مريض وتعبان ومجهد وما نفسي تحرك فطالما اتعملت مجموعة الطرق كتيرة في اماكن اذا كانت عمرنا النهاردة هتعمل بقرة وهتعمل بالطرق دهيا هبقى فيه مواصلات لها جيدة احب اقول له حضرتك حاجة ان امريكا كل ما تبحث فيها ازمة اقتصادية الحكومة المركزية تدخل في عمل كمية من الطرق اولا بتشغل امالها عشان ما اشفي بطالة كثيرة ثانيا بتصرف على حاجة هتجيب عائد كتير جدا بقر ومعد بقر هتجيب عائد ازاي هتجيب عائد بانها بتعمل شرايين في الامريكا هذا هو ما تعمل لمصر الان مصر عندها ازمة حصرية ايوة مصر عندها بطالة ايوة اذا شبكة الطرق النهاردة المخططة في اماكن معينة مش تهريك اماكن معينة مخططة فيها شبكة الطرق هي عبارة عن شرايين لانتقال الاقتصاد وتقدم الاقتصاد في جميع اماكن اللي الشبكة دي بتوصل لها يعني عمليا من الاحية التنموية انها بتخفف المرور وبتخفف الزحام والكلام ده ما في شك فيه لكن انا بقول ان البيزة الاساسية لها للجسم الطعبان اللي هو اسمه مصر بنعمل فيه شبكة شرايين بتقوي وصول دم يعني وصول الاقتصاد وصول الفلوس الى كل احاق هذا الجسم اشكرك على هذا التشبيه الاكثر من الرائع طيب بشوانس حسين انا عايزة استغل وموت حضرتك كمعاية في هذا الاتصال الهاتفي ونتحدث عن سوق العقارات في مصر الحقيقة يعني اسواق العقارات من الاسواق اللي بالنسبة الناس كتيرة يعني احنا طول عمرنا كالمبدأ او القاعدة العامة انه الاستثمار في عقار هو الاستثمار يعني هو اللي بيجي على اللونجران بيجيب دخل اكتر او بيجيب عائد اكتر عمره امتو ما بتقل بالعكس بتزيد مع الوقت لكن الحقيقة فيه يعني مع كل المشاريع والكمباونز الجديدة اللي في كل حتة في مصر دلوقتي بقينا بنسمع عنها ربما الناس بقت مش عارفة اوي هل ما زال سوق العقارات يمثل الاستثمار الاهم بالنسبة حتى للمواطن العادي اللي بيفكر ازاي يأمن مستقبل ولاده مثلا ولا انه في حاجات جديدة طرقت على هذا السوق العقارية في مصر اردت على حضرتك العقار كان بيجيب زيادة في سعره سنويا اكتر جدا من فائدة في البنو فاي حد عنده فلوس فائدة بدلا ما يحطها في البنك ياخد عليها الفائدة اللي حمولة في مصر كان يحطها في عقار مضمون لا يأكل ولا يشرب زي ما كان بيقوله ما بيصرفش عليه حاجة بيقفله وبيزيد سعره اكتر من فائدة في البنك يعني لما يحط فلوسه في عقار وبعد اربع خمس سنين عايز يبيعه حيبيعه بسهولة ويكون ثمنه اكتر مما لو حطه فلوسه في البنك بما هذا العقار بيقضع على طول فلاس كثير جدا عندها فوائد بتشتري بيها عقارات لولادها لم يجدوا تجوزوا انا اولادي سنة 18 و 14 سنة في يوم الاياحة بمولزن ويجيب لهم شوعة طب ما جيبها لهم من دلوقتي طبما الشراء الارخص فده كان سبب تاني في شراء العقار سبب تالت وهو الاولين وهو الاهم ان احنا دولة بنزيد تين ونصف مليون قرد سنويا عندنا زيجات كثيرة جدا هذه الزيجات الجزء في المدن وجزء في الريف اذا حسبنا الزيجات في المدن نلاقي ما يبنى من ايقار سنويا لايكفي لسكنة الزيجات الجديدة يعني عندنا ازمة حقيقية مستمرة بخلاف ان انا قلت في التوفير وشوعة الولاد نزود على كده ان محطة صدام حسين دخل الكويت فجأة الكويتة مالكاتش انهم عند حتة رحوة وبدوا يهربوا في اي حتة من ضمن الحاجات اللي بتحصل ان كثير من العرب الكويتة وبعدهم السوريين وابلهم العراقيين لما تحصل مشاكل في بلدهم بيجي يشتري يا قار في مصر ويقفلهم صحيح واخر المؤخر مثلا على دا شفناه اشقان السوريين اللي جم اخدوا في 6 اكتوبر والرحاب مضبوط يا فندم وابلهم العراقيين والعراقيين طبعا ومن الزمان جم الكويتة وكل واحد حصل مقدرته تخذ في مدينة مصر وتخذ في الزمالة لكن حد زي ما عليك قلتي الرحاب و6 اكتوبر كانوا اكتر مدينتين حدث فيهم اقبال وقت السوريين معايا حضرتك حاجة ربعة او خمسة في عندنا حاجة اسمها الشواطر عندنا الشواطر جميلة جدا فيها اقارات بتجمني اما في السحل الشمالي واما في الغذاء وغيرها ايضا نقطة جذب لمصريين في الخارج او غير مصريين العرب فالاقار عندنا مؤكدا 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 ان الاستثمار فيه استثمار جيد ولكن ايوه ولكن عندما رفعت الدولة التقوية في البلوك الى عشرين في المية رحم مش عايزة اقول خرافي رحم كبير جدا اصبح النهاردة هناك منافسة شديدة طب انه هواتف نصف اقار ولا حطها في حاجة وديعة دا لدرجة انه اي حد دلوقتي اي حد بنكي يعني اي حد لك في اي بنك يقول لك لو معاك اي مبلغ اربطه وديعة على طوله اخد الفايدة مزبوط بالزبط بالقصة الان زي ما قلت حد لك على الاقار لا يأكل اخد عشر فبنصيش اي ضرع لكن هتنفذي تتعمل عليه الضرعب عقارية الدولة برضو محقة لانها ما تسيبش الماس كده هايجة وسكتة لا بلان ما انت بتكتب في الاقار بتاعك الدولة انها حق عندك فالدولة هتنفذي بدأت في علاق نظام الضرعب العقارية فالعالم كله هتنفذي الاقار يأكل ويشرب طب بما انه حضرتك اشارت لهذه الجزئية الهامة جدا اللي ليه علاقة بالتنافس ما بين خياراتي كمواطن اشتري عقار او احط فلوسي في عقار علشان ده يبقى الفيوتر انفستمنت بالنسبالي او الاستثمار المستقبلي بالنسبالي ولا اي مبلغ يجيلي اقفله واربطه وضيع وحطه في البنك علشان ارتفاع نسبة الفايدة طبعا لحرك اشارت لي حضرتك بقى يا فندم تنصح المواطن بايه تنفع المواطن اللي هو مايعرفش في الشغلينها فلوسه في البنك يحط فلوسه في البنك طبعا المواطن اللي هو اكثر دراية اكثر حنكة لا يحط فلوسه في عقار لان فلوس في البنك عشي في المية بخم سنة وحتمتهي مش للابد اه طبعا يتبقوا اللي عاملها بقى المركزي عاملها لانتصاص حيات معينة بالضبط بالضبط عشان السوق الموازية والسوق اللي كانت برة كلها والاموال اللي كانت برة كلها تدخل البنوك مضبوط طب انت قالي دي سنتين او ثلاثة بالكتير في تصوري ان لم تكن اقل من كده لكن اللي عايز يحط فلوسه في عقار بانسان بيباشتري عقاره يباشتري عقاره يباشتري خمس ست سنين سبع سنين سنتين ويبتلي حاجة تانية طبعا فلتوش قدر الجر واحد منه مكسب تاني يبقى العقار تلع انه بيزيد قيمته بيزيد وقدر اكد منه ايجار اخر انا بشكر حضرتك جزيل الشكر شيخ العقاريين المهندس حسين صبور الخبير العقاري ورئيس جمعية رجال الاعمال مصريين السابق ده موضوع مهم جدا سوق العقارات وانا بعتقد انه ما ذكره المهندس حسين صبور في منتهى الاهمية حيبقى سوق العقارات طبعا ليه يعني مهم جدا لكن الفكرة دلوقتي فعلا التنفسية اللي بقت موجودة دي في النهاية المواطن بيختار وبرضو كل واحد ما هو برضو اللي معه خمسين الف ولا مئة الف ولا خمسمائة الف حتى حيقفلهم وديع وياخد عليهم فايدة غير اللي معه مليون واثنين وثلاثة واكتر وعايز يشتري عقار غير اللي بيشتري فيلا غير اللي بيشتري شقاب التقصيد غير اللي بياخد مقدم على قرد تبع التمويل العقاري يعني كل حد ليه طبعا حساباته لكن دي كانت نصيحها مهمة جدا اللي ليه في السوق العقاري واللي فاهم في الموضوع ده يدخل ياخد يشتري عقار لو هو عم يفكر في استثمار حاجة ياخدها على رأي مهانسة صبور لا بتاكل ولا بتشرب بس هي دلوقتي حتصرف عليها عشان الضرابة العقارية لكن دي حاجة اللي لأ يربط وضيع ويرمي في البنك بس يعني هو لما يبقى معك فلوس أصلا عشان ترق عشان تختار يعني بعد ما تدفع مصاريف الولاد وقصات المدارس والبص وبعدين بعد ما تدفع فواتير الكهرباء اللي عليك وتسدد الكرادت كارد عشان تقريبا انت الكرادت كارد لو دخلته المكانة احتمال احتمال يتخنق معك أصلا من كتر اللي انت عامله فيه بعد ما تخلص حاجة بتاع 300 بند كده عليك تبدأ تفكر بقى ايه اشتري عقار ولا اجمد وزيع ترجمة نانسي قنقر